كندا فور اول ده مش كلامي ده السلوجان بتاع البرنامج اللي احنا نتكلم عنه النهاردة اللي هو جلوبال هايبر جروس بروجيكت طيب جلوبال هايبر جروس بروجيكت ده هيفيدني في ايه جلوبال هايبر جروس بروجيكت ده هيقدر يدخلني كندا عن طريق 8 شركات اي شركة منهم تقدر تجبني بكل بساطة مش عشان خاطر سواد عيوني عشان خاطر ده برنامج او ده شيء جديد اتعمل عشان يساعد لاقتصاد الكندي تابعي الفيديو للاخر هقولك عالطريقة وهشرح لك التفاصيل يا صباح الفل اهلا وسهلا بيك يا صديقي العزيز تصريح عمل خاص بصاحب العمل التصريح ده عبارة عن ايه التصريح ده عبارة عن ان الحكومة الكندية تعقدت مع اكبر 8 شركات متأصلة وكذورها موجودة داخل كندا على اساس ان هي يكون ليها الحق ان هي تتيح او تصدر لك تصريح عمل يقدر يدخلك بكل بساطة لو انت واحد من المهن اللي هم عايزينها والمهن اللي هم عايزينها كتيرة جدا 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 عشان كده النهار ده ان شاء الله هقولك على فرصة حقيقية وهجب لك المواقع الرسمية الكندية اللي بتؤكد كلامي ده لازم يكون عندنا سيفي مناسب جدا لازم يكون عندنا مهارات تنفع وتكون حقيقية من فضلك لو انت شاء في الفيديو ده يساعدك ياريت تعمله شير مع اصحابك عشان بجدد فرصة حقيقية وصعب ان هي تتعود او تتكرر خلال الفترات الجاية وياريت تقدم بسرعة عشان احنا عارفين الفرص دي سهل جدا ان هي تقفل في اي وقت لايك شير سبسكرايب صلي على الحبيب يلا بسرعة نفتح الموقع الرسمي ونبدأ نشتغل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية مش محتاجين ان احنا نفكركم بالدعاء لاخواتنا في القطاع غزة اخواتنا في السودان اخواتنا اللي عندهم مشاكل عرقية او مشاكل ابادية او اي مشاكل حتى لو مشاكل امطار ومشاكل اعصير وياريت تفتكرونا معاكم بالدعاء اما بعد احنا دلوقتي على الموقع الرسمي للحكومة الكندية دخلنا اخترنا الهجرة والمواطنة وبعدين دخلنا العمل في كندا واحصل على تصريح عمل دخلنا على تصريح عمل خاص بصاحب العمل اسمه innovation stream طيب ايه هو ده بيقولك بكل بساطة لو انت رحت الشركة من الشركات اللي مشتركة في global hyper growth project اللي هي GHP انت مؤهل للتقدم للحصول على تصريح عمل خاص بصاحب العمل ده لازم بكل بساطة تقدر تجيب من الشركات دي عرض عمل طيب الكلام ده يرعب ولا الكلام ده سهل لا الكلام ده سهل جدا وهقولك ازاي هنعمله احنا في الحالة دي هننقل على الصفحة بتاعت مشروع النمو العالمي اللي هو global hyper growth project دي الصفحة الرسمية بتاعته انا كنت مترجمها بس حبيت اجيبها لك بالانجلش عشان تبقى عارف الدنيا بتتكلم عن ايه وشكل الصفحة بالانجلش قبل ما تترجمها تعال بقى نرجع تاني نترجم ونبدأ نتكلم بص يا عزيزي قالك بكل بساطة عندما تعمل الشركات الكندية المبتكرة كمتمركزات في مجتمعتها فانها تعزز ريادة الاعمال وتبني الشبكات وتخلق فرص العمل وتكون بمثابة محفزات للتنمية الاقتصادية ولهذا السبب اطلقت حكومة كندا مشروع جلوبال هايبر جروث بروجيكت وهو عبارة عن خدمة جديدة للتوسع من شأن الخدمة دي ان تساعد الشركات المتجذرة في كندا على المضي قدما وبشكل اسرع يجمع هذا المشروع القوى المشترك لشركائه الحكوميين للمساعدة في تخصيص الدعم للاحتياجات المحددة لكل شركة مشاركة الكلام ده لصاحب العمل يا جماعة هو بيساعد كل اصحاب العمل عشان خاطر يقدروا يمضوا قدما ويتوسعوا يكبروا اكتر عشان كده في بداية الشرح قلتلك هو مش لسواد عيوننا هو لان فعلا الشركات دي قدمت وطلبت لان فيه حاجة اسمها طفرة في الموليد كبيرة جدا في كندا هنا بقى بيقولك تعرف على مغير اللعبة مين مغير اللعبة هنا مغير اللعبة دول تمن شركات ادا واليا كير وسيل كارت وكيلو ودي بي جي ولايت سبيد وفيرب طيب الشركات دي بتعمل ايه الشركات دي بكل بساطة تقدر تخش عندها وتبعت لها الس في بتاعك بس بعد ما بعت لها الس في بتاعي الشركات دي حرفين بتضلوا بناس كتير جدا يعني مثلا عندك شركة زي ادا ادا دي بتشتغل في قطاع الاي اي بتشتغل في القطاع بتاع الذكاء الاصطناعي وبتشتغل دلوقتي على اكتر من 300 شركة بكل فروعها فدي بتحتاج موظفين كتير جدا لدرجة ان هي قالت بشكل رسمي ان هي تهدف ان الفترة الجاية هتعمل لكل موظف في الشركات اللي عندهم موظف خاص بيهم داخل الشركة فبالتالي انت متخيل 300 شركة في كل شركة لو 50 موظف بس فهي تحتاج قدية تعال بقى نشوف بشكل عام وبشكل عملي وبشكل اسرع نفتح شركة منهم ونبدأ نشوف ازاي ناد تعال مثلا نفتح ترجم يا صديقي واحنا بنترجم مطلوب من حضرتك ايه مطلوب من حضرتك تعدل السيفي بتاعك على الوظائف اللي موجودة يعني احنا هنخش نشوف الكاريرز وبعدين بقى مشوف الكاريرز نشوف الوظائف المطلوبة ونشوف اقرب وظيفة للسيفي بتاعي ونزبط السيفي بتاعي ان هو يكون مناسب لها ونبدأ نجمع اوراقنا ونقدم بس ده اللي مطلوب من حضرتك جماعة معلش في ناس كتيرة جدا بتخش تكتب كلام ملوش لازمة الناس ديات انا اعرف سوري يعني اطلعها مصرح بس يعني الواحد مش فائلهم ومش فضلهم فياريت اللي مش عايز يستفاد يقفل فيديو ويخرج يعني انت حضرتك وجودك بالنسبالي هو كده مش بيضيف بالعكس انت دلوقتي ممكن واحد يشوف الكومنت بتاعك فللاسف ياي اس بسببك وممكن تكون انت عندك مشكلة فحاول تحلل مشكلتك الاول ادارة المعاملات في الشركة دي او الشركة دي بتعمل ايه الشركة دي شركة خدمية شركة خدمية بتعمل ايه هي منصة بتقدم ادوات مبتكرة وتعمل تقارير لاصحاب المطاعم والكافيات طيب الشركة دي بتشتغل في الولايات المتحدة وفي كندا بس الادارة بتاعتها او المبادرة دي داخل كندا فاحنا مثلا جبنا دلوقتي الموقع الرسمي لشركة لايت سبيد بتقدر تعمل تجربة مجانية هنا بس طبعا ده مش اللي احنا عايزينه تعال نشوف هي المفروض ان هي بتساعدك ان العميل اللي يخش لك يدفع كارد من غير ما يطلع فلوس طيب تعال نشوف الشركات دي بتطلب موظفين ازاي ولا بتطلب موظفين ايه هنخش هنا على كاريرز هننزل تحت هنلاقي بص كاستمرز عايزين اتناشر وظيفة الماركتنج عايزين تلاتة الاوبريشن عايزين ستاشر البرودكت عايزين خمستاشر السيلز عايزين اربعة وعشرين التكنولوجي عايزين خمسة مثلا تعال نرجع تاني نقلبه عربي ونشوف مثلا الوظائف دي عبارة عن ايه تعال نشوف مثلا وظائف العمليات دي دي كده الوظائف اللي مطلوبة كلها في مونتريال لا في فيها في تورونتو اهو وفي مانيلا مانيلا في الفلبين تمام اوكي خلينا طبعا في الوظائف بتاعت كندا فكنا من الفلبين دي مثلا الوظائف بتاعتنا نقدر نشوف او في قتاوة اهي كمان نقدر نشوف الوظائف اللي تعجبنا والولاية او والمقاطعة اللي تعجبنا ونقدم فيها طيب ده مش شبهنا تعال نخش نشوف مثلا كاستمرز كاستمر سبورت عايزين ناس دوتش سبيكر وفرنش سبيكر لا دي هتبقى محتاجين ناس بتكلم في قنصية فدي هتبقى احسن للناس اللي جايين من شمال افريقيا اللي هعرفوا يتكلموا فرنساوي اوكي تمام طيب دي مثلا شركة مش شركات انا شايف ان هي مش هتمفع ناس كتير تعال نبص نشوف شركات تانية تعالى مثلا نشوف والياكن أليا كير أليا كير دي ممكن تبقى تابع أليانز بتاعت التأمينات احنا بنشوف مع بعض وبنفتح مع بعض تعالى نقول ليرن مور باوت أليا كير شوف ده انا عملت ايه انا فتحت ليرن مور باوت بدأ يفتح للموقع الرسمي للشركة على طول عشان اروح اشوف الكاريرز موضوع ابسط مما تتخير مقدم الرعاية ده الكيرجيفرز دي ممكن نلاقي فيها أكتر من وظيفة كل مميازة لنا طيب تعالى ندور على الكاريرز بقى وظائف تمام هم حطرلك القيم بتاعتهم خليك شفاف خليك فضولي خليك متواضع خليك مركز عن نتائج افطرت دايما حسن النية ما علينا اوكي تعالى نشوف المناصب المفتوحة او المناصب المطلوبة منهم بسم الله قادي المناصب المطلوبة كل دي وظائف مطلوبة طيب دي برضو شركة خدمية تعالى نشوف شركة تكون انا عايز حاجة صناعية بصراحة لان انا عارف ان معظم الناس بتدور على حاجة صناعية تعالى نشوف سير كارتا دي دي برضو من شركات المشاركة في جلوبل هايبر جروس بروجيك طبعا انا بفتح باجري على الموقع الرسمي على طول عشان خاطر وقت حضرتك ما يضيعش في ان احنا نقرأ الكلام اللي في البداية عشان ما بقاش الفيديو طويل ع الفاضي يعني دي شركة خدمية كاريرز بتاعتها فوق جايبين كمان الاماكن اللي بيشتغلوا فيها في كل انحاء العالم والقيمة بتاعتهم وبعدين تحت هتبص هتلاقي الوظائف اللي هم طلبينها في منهم وظائف كمان طلبينها ريموتلي اللي هي تشتنل فيها عن بعد على فكرة جمعنا في البداية كنت بقدم في الوظائف الريموتلي لغاية لما ربنا اكرمني ولقيت حد قدر ان هو يعني يساعدني ان انا اجي وساعدني البرنامج من البرامج اللي احنا بنشتغل عليها دي كده الوظائف كلها تقدر تخش تشوف الوظيفة اللي عجباك وتقدم فيها سفي بتاعك عايز تترجم عربي ترجم دي برضو من الوظائف الحلوة انا هخلي الشركة دي تعندي بصراحة عجبتني تعال نشوف الشركة اللي بعدها انا كل ده بوريلك شركات الشركات دي تقدر تساعدك في ان انت تيجي الكندا من غير مطروح تتعب في اوراق هم بيعملوا كل حاجة هم يا صديقي العزيز واغدين ورخصة من الدولة ان هم يدولك على طول عقد عمل عقد العمل ده تاخد بيه تصريح عمل من الدولة بشكل مباشا دي شركة تانية شغالة في القطاع الصحي تقريبا هو بدأ هو يكلمك ويقولك اشتغل معانا وخليك مؤثر والكلام الجامد او ده شركة ليها علاقة بالميديكال والانشورانس تأمين الصحي بدأ هو يتكلمك عن المزايا بتاعة الشغل مع الناس دي وبعدين بدأ يقولك الوظائف اللي مطلوبة دلوقتي عنده اه دي الوظائف اللي مطلوبة عندهم وهكذا طيب انا هسيب لك ايه في الكومنت المثبت وشارح الفيديو هسيب لك الموقع ده وهسيب لك الموقع الخاص بالبرنامج نفسه هتخش على كل الشركات ديت تشوف الوظائف المناسبة ليك احنا مش هنفتح التمن شركات يعني في الفيديو عشان وقت الفيديو هتفتح التمن شركات وتشوف الوظائف المناسبة ليك فيهم وتبدأ تقدم السيفي بتاعك فيهم كلهم وبالتوفيق للجميع القلية هتبقى ازاي بقى القلية ان حضرتك السمي بتاعك هيتاخد هيبدأ يتعامل معاه الاتش او ار لان حضرتك مناسب هيبدأ يكلمك عشان تبعط له بقية الورق ويبدأ يجهز لك ورقك وتيجي كندا على خير من غير بقى وجع دماغ ولا اي حاجة احنا لغاية انا خلصنا الفيديو بتاعنا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته